اهلا بكم مشاهدين في هذا الموجز الاخباري علن مرسلنا في عدن صلاح العاقل أن السلطات الرسمية تجري كافة الترتيبات لإجراء مراسم تشييع جثمين الشهيد القائد جواس ومرافقية وأكد مرسلنا أن القوات الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب تنتشر في ضواحي عدن وأن هناك إجراءة أمنية خاصة تتخذها قوات الأمن منذ يوم أمس هذا وأكدت مصادر مطلعة صدورة وجهات من محافظة العاصمة عدن أحمد حامد لملس ومحافظة الحج اللواء أحمد التركي للأجهزة الأمنية في المحافظتين برفع جهزيتها للحالة القصوى وإشارة المصادر لأن التوجهات تضمنت ضرورة تشييد الإجراءات الأمنية في المنافذ الرابطة بين العاصمة عدن ومحافظة الحج لرصد أي عناصر إرهابية على صلة بالعملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت الشهيد اللواء ثابت مثنى جواس ومرافقيه نعى المجلس الانتقالي الجنوبي استشهاد اللواء ثابت مثنى جواس قائد محور العند قائد اللواء 131 مشاوى عدد من مرافقيه بعملية إرهابية جبانة في منطقة الخضراء شمال العاصمة عدن وقال المجلس الانتقالي في بيان إن القائد البطل اللواء ثابت مثنى جواس خلد سيرة عسكرية وتجربة مهنية واحترافية وقصة إلهام وطني ستذكرها الأجيال بكل فخر واعتزاز فقد سطر الراحل تاريخا عسكريا جنوبيا ناصعا زخرا بالتضحية والفداء حتى لحظة استشهاده أقدمت عناصر مجهولة في مدينة تعز على قتل مصور صحفي طعنا قال مصدر محلي المصور فواز الوافي عثر عليه مقتولا داخل سيارته بمنطقة وادي القاضي شمال المدينة وذكر مصدر آخر أن المصور الوافي سبق وأن تلقى أكثر من تهديد بالتصفية الجسدية دعا المبعوث الأممي هانس جوردنبير إلى أطراف المتحاربة في اليمن ومع اقتراب شهر رمضان إلى الحد من العنف واتخاذ خطوات فورية وقال حساب مكتب المبعوث الأممي في تويتر أن الخطوات الفورية تشمل تخفيف القيود المفروض على حركة الأفراد والسلع الأساسية بما في ذلك الوقود ودعا المبعوث الأممي أيضا الأطراف إلى المشاركة بشكل بناء وبحسن نية في الجهود الجارية للتوصل إلى هدنة على وجه السرعة قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن ميليشيات الحوثي ما زالت ترفض أو ترفض مبدأ التفاوض والتسوية السياسية للأزمة وتلجأ عوضا عن ذلك لتهديد جيرانها بالمسيرات والصواريخ البلسطية وأشاد أبو الغيط في كلمته أمام مجلس الأمن حول التعاون بين مجلس الأمن والجامعة العربية بقرار مجلس الأمن 2624 الذي جرى اعتماده وفرض المزيد من العقوبات على الحوثيين مع تصنيفهم منظمة إرهابية وأكد أن التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية مستمرة من دون انقطاع وأنه لدى الدول العربية العديد من الشواغل حيال السياسة الإيرانية في الإقليم نهاية الموجة زر اللقاء اشتركوا في القناة